أنهى تحالف الكنائس والبعثات الإنجلية في جات جمعيته العمية وذلك بمقر الكنيسة الإنجلية بحارة مرسال بالدائرة السادسة وقد شهد الحفل الختامي حضور عدد من الإخوة من أتباع الديانة المسيحية في البلاد هارون أبادم في اختتام عمال الجمعية العمومية العادية لتحالف الكنائس والبعثات الإنجلية في جات فقد تم انتخاب مكتب جديد يتكون من الأمين العام باتين كاليجي ونائبه ومسؤول الخزينة حيث قرئت بعض النصوص من الإنجل وقيمت صلوات من أجل أن يبارك الرب في الفريق الجديد ويمير لهم الطريقة ويوفقهم لخدمة الكنيسة وعقب ذلك فقد اختتم فعاليات الجمعية رسميا الأمين العام السابق سوينا بوتيفار الذي حث الحضور على المضي قدما في تعزيز دور الكنيسة من خلال احترام الوازع الديني والتقيد بتعليم المسيح ونشدهم بالإكثار من الصلوات من أجل السلام والاستقرار في بلادنا من جانبه ممثل وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي بنيال أندولوم فقد أثنى على المثابرة التي أظهرها المشاركون خلال أعمال الجمعية العمومية وأشار إلى أن التطرف يوجد في كل دين لذا دعا إلى ضرورة التمسك بنهج الوسطية وقبول رأي الآخر كما أعرباء الأمين العام لتحالف الكنائز والبعثات الإنجلية في تشات الجديد عن شعوره بهذه المناسبة الفريق الجديد للأمانة العامة سيعمل لمدة أربع سنوات قادمة ترجمة نانسي قنقر